قاعد القوات البحرية الأمريكية وسفير واشنطن لدى القاهرة قاعدة برنيس البحرية المصرية وأشهد المسؤول الأمريكي بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي على خطوط المواصلات البحرية وبما تمثله من تعزيز الإجراءات الأمن البحري في البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضائق البحرية هذا وتأسست قاعدة برنيس البحرية في يناير العام الماضي وتهدف إلى تأمين السواحل المصرية الجنوبية نتابع قاعدة برنيس البحرية قاعدة عسكرية استراتيجية تقع في قرية برنيس بمحافظة البحر الأحمر في مصر أنشئت في يناير العام الماضي وتضم القاعدة عددا من المبرات يبلغ طول كل منها 3000 متر وعرد يطروح بين 30 إلى 45 مترا وانشآت عدة تضم القاعدة من بينها رصف حربي بطول 1000 متر وعمق يبلغ 14 مترا ما يسمح بمرور وحدات بحرية ذات غاطس كبير كالفرقاطات والغوصات وتهدف القاعدة بشكل أساسي إلى تأمين وحماية سواحل البلاد الجنوبية فيما يجري العمل على إنشاء ميناء تجاري في المنطقة يضم أرصفة بطول 1200 متر وعدد من المنشآت الخدمية ترجمة نانسي قنقر